اشتركوا في القناة الجرموزي بصنعاء واختطافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء جميح يعلق على عملية اختطاف الشاعر الجرموزي علق الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح على عملية اختطاف الشاعر الجرموزي في صنعاء ونشر جميح مقطع فيديو لعملية اقتحام منزل الجرموزي من قبل عناصر حوسية وعلق قائلا اتقم المسيرة الكرآنية تحاصر منزل شاعر المسيرة الكرآنية الجرموزي واضاف سنوات طويلة ونحن نحذر ونقول هذه مسيرة الشيطان لا مسيرة كرآن مسيرة فساد وسلب وقتل ملسامين قال قياده في ميليشيات الحوسي ان عشرات العناصر المدججة بالاسلحة مسنودة بعناصر نسائية مسلحة اقتحمت منزله في صنعاء شمال اليمن قبل ان يعلن عن اختطافه وقال عبد الرحمن الجرموزي وهو شاعر حوسي مقرب من قيادة الميليشية عبر صفحته بالفيسبوك ان قوة الميليشية بعدد من الاطقم المسلحة وعلى متنها عشرات الملسامين اقتحم منزله ولفت انه حصل على اوامر كف خطاب من وزير الداخلية في حكومة الحوسي ونشر على فيسبوك انه تم القبض عليه واقطياده الى مكان مجهول وجاءت الحادثة في ظل خلافات وصراعات داخلية اعزائي المتابعين كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة